دهمت شرطة مدينة نيويورك جامعة كولومبيا في وقت متأخر من مساء ثلاثاء لإلقاء القبض على عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين وتفكيك خيام الاحتجاجات المقاومة في حديقة الجامعة منذ نحو أسبوعين وقال متحدث باسم الشرطة المدينة إن القوات أخلت الحرم الجامعي من المحتجين في غضون ثلاث ساعات وألقت القبض على العشرات منهم فيما أصدرت رئيسة الجامعة رسالة طلبت فيها من الشرطة البقاء في الحرم الجامعي إلى غاية السابع عشر ماي أي بعد تخرج حفاظا على ما وصفته بالنظام وضمان عدم إعادة نصب خيام الاحتجاجات